اشتركوا في القناة لأن هذا الدين رباني شو يؤمن بحدود هو نازل لمحمد هو نازل للعرب لمحمد صلى الله وسلم هو العرب بس لا مش صحيح ما هو قال للعالمين للبشرية كلها إذا في هذه الحدود اللي وضعوها البشر وبالظلمة نعترفش فيها ايش يعني بتعترفوش أيوة هالطغاء لحظة هالطغاء اللي بيحكموا الشعوب وبمنعوها من حرية اختيارها في دينها وبظلموها وبنهبوا مواردها وبتعرفوا كيف يعني شو كانوا ملوك وشو بيعني يعني والشعوب كلها مستعبدة المسلمين بادروا إلى إسقاط هذه الأنظمة بادروا هذا جهادة ايش الطلب الآن انت بتجدوا اذا النوعين موجودات بادروا هم ومل exhausted لما كانوا يسقطوا هناك يتركوا الشعوب تختار كانوا لما يسقطوا نظام وما فاش احد مقدر يزعم ان المسلمين في يوم من العيام مع انهم كانوا اقوى دولة في العالم في عهد الراشدين اقوى دولة في العالم في عهد بني أمياء أقوى دولة في عهد بني العباز اقوى دولة في العالم لمدة اكثر من الف سنة ما اكره احد ما اكره احد ولذلك اللي بيكتبوا من المنصفين من الأمم المختلفة بيعجبوا تماما في اللي هو فتوحات الإسلامية بالذات وكيف إنهم كان هدفهم بالدرجة الأولى إيش إسقاط الأنظمة هاي وإتاحة للناس يقتاروا ما كانواش يجبروهم على إنهم يكونوا مسلمين أما كونهم تأثروا بالإسلام وعدالة المسلمين وأسلموا وتعاطفوا بشكل عجيب ممتاز هذا حصل بس يعطونا أمثلة على إن المسلمين مارسوا مارسوا على عقائد الناس أي ضغوطات تمنع حتى الكنائس الموجودة ما يمسوها وأنتم تعرفوا كيف كانوا يوصوا لما كان أبو بكر مثلا أو غيره شيع الجيوش شو كان يوصيها زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم شو كان يوصي شو كان يوصي واضح المسلم بعرف طيب إذن مش صحيح زعم البعض إنه المسلمين كانوا دائما يكونوا مدافعين معنى أنه بتعرفش الكفار أنت معنى أنه بتعرفش الأنظمة الكافرة وإيش ممكن تعمل حتى في شعوبها أنت تشوف الشعوب مظلومة كمسلم وتسكت طيب وين زعمك أنك أنت رسالة جاي للعالمين وأنه البشر كلهم أخوة وإلى آخرين اعترافك بالحدود اللي قسمها الظالمين ومارسوا على الأمم سلطاتهم وقهروها تسكت عندها ما اليوم هايهم ما اليوم هايهم بيزعموا إنه أمم متحدة وإحنا بصريش كأمم متحدة شوف هم بس باستخدموها والناس مش شايفة منهم سلوك صحيح الناس كاشفتهم إنهم ظلموا هم وغطرسا أما هم بيستخدموا هذا المبدأ إنه بصرش إحنا بنسمحش اضطهاد الإنسان في أي بلد ولم نعترف بحدود إذا اضطهدت الشعوب هذا بيجهروا فيه هذا بيجهروا فيه لأنه هذا إشي محترم عند الشعوب كلها لما تكون إنت صادق إيش يعني صادق إنه قصدك فعلا رفع الظلم عن البشر مش قصدك إنك تلهب مواردها وتتصلت على رقابها ولذلك هم بيستخوشوا اليوم يجيوا وقولوا لك آه ما بنسمحش إحنا وتحت البند السابع بتتدخل كمان الأمم المتحدة تحت البند السابع مشان تمنع الظلم والاضطهاد ولكذا بس اكتشفت الناس إنه هدول بيستخدموها هاد قوة اللي بيسموها عظمة مشان إيش بيستخدموها للظلم ونحب الموارد ولي بسموه استعمار كذي بسموه استعمار كذي ومش إعمار هو هو تدمير فبالتالي المسلمين وإيجابيين كانوا جدا وبالتالي الشعوب قبلتهم تمام أصلا شوفوا إسبانيا قداش ليش هو الجيش اللي دخل طارق بن زياد وغيره وموسى بن نصير قداش يعني هم على طول أهل البلاد فتحوا لهم وتعالوا وكثر ما كانوا شايفين ظلم ولذال فتحت البلاد بسهولة ها بلاد شاسعة ومش بس يعني كما سبق قلنا في دراسة معاصرة إنه عبر مئة سنة وجدوا إنه المسلمين كانوا يفتحوا كل يوم بمعدل خمسة عشر كيلومتر مربع كل يوم على مدى قرن كامل الشعوب كانت تتقبل وين المقاومة وين المقاومة الشعوب وينها ما فيش ليش 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 ما كانت شي تقاوم أيوة لأنه معروف إيش الحكام ها ومعروف إيش هذول هذول صحاب رسالة وبيعمنوا بالأخوة الإنسانية وبيعترفوش بحدود الظالمين فما يقعدوش يقولولي إنه في الإسلام أنا بإمكاني بإمكاني أني أبقى متفرج على الشعوب المظلومة وأنا قادر أنصرها لأنه هاي القدرة الضرورية طبعا إنه قادر أنت قادر وما بتفعلش إيش الفرق يعني بإمكان بلدي أو هيرو إيش الفرق إيش الفرق لكن العبرة إنه شو مقاصدك أنت ومين أنت والشعوب بتقبل هذا الكلام اليوم اليوم الناس بيجي بقولوا طيب اليوم اختلفت الظروف طب ما هم ما هم فكهاء الإسلام وقادة المسلمين عبر الأجيال كلها كانوا يراعوا الظروف كانوا يراعوا الظروف طبعا اختلف فيه قدرة ما فيش قدرة أنول أنسب لأنه دائما إذا بتلاحظوا القتال هو الحل الأخير هذه الجراحة هذه الجراحة إذا كان في حلول ثانية هي أفضل إذن القتال هو وسيلة مش غاية قتال هو وسيلة مش غاية وما يجوز إطلاقا أنا أقاتل مشان إيش إني أفرض ديني أنا الحق على البشر ما بيطلع لي هالكلام أفرض ديني على البشر لا إنما لمنع لإسقاط الحواجز التي تحول بين الناس وأخذ الدين آفي إني أصلا مش من حق أي نظام ولا أي طاغية إنه يمنع الناس تفكر وتأخذ الدين الحق مش من حقه وإذا منع وإذا تسلط أرقاب الشعوب إحنا المسلمين يبادروا إذا قادرين يبادروا واليوم صار في وسائل على فكرة إنك تبلغ أنت الشعوب والشعوب اليوم واعية على فكرة إيش يعني في علم وفي ثقافة في أمور كثيرة كانت تقبلها الشعوب القديمة الناس بقبلوهاش اليوم لو يجي أوباما اليوم يجي يقول للشعب الأمريكي أنا بتفرض البروتسطنطية اللي هي دين الأكثرية على أمريكا اللي أول ما بيقوم ولو لبروتسطنط بيقولوله ممنوع تفرض البروتسطنطية على الكاثوليك مثلا ما وفي كاثوليك في الولايات المتحدة مثلا تمنع أنت تمنع الكاثوليك بيقدرش بيقدرش ما عدش ما عدش يقدر أصلا وبالعكس إذا بدوا يمارس إذا بدوا يمارس ما كانوا يمارسوا القدماء ردة الفعل شو بتكون عليه قوية ولكن في شعوب اليوم متخلفة وضعيفة ممكن يضحك عليها ويتسلط فيه وفي شعوب لا بتقبلش أصلا أنت تيجي تفرض عليها واليوم اتصوروا لو أنه ما ينفق على الأسلحة على الأسلحة والتسلح في بلاد العرب والمسلمين لو أخذ بس واحد في الألف وأنفق في الدعاية والإعلام فقط لدعوة الشعوب هذا والإيمان اليوم إذا أنت بتقدر تفتح أصلا تفتتح بلاد وتوصل الإسلام بالطريق اللي هي الناس تتقبلها أفضل لأنه أنت ما يجوز أصلا طالما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ما يجوز تروح للتي هي مش أحسن على ضوء إيش على ضوء نظرتي في الموضوع و لأن و لأن أضع ضوء مقاصدي شو مقاصدي أنا الناس الناس تكون حرة في اختيار الحق حرة في اختيار الحق هل يجوز لي كمسلم أن أسلك سلوك بحيث أضع حواجز بيني وبينهم بيني وبين هذه الشعوب وأتيح للظلمة والمتغطرصين إنهم يضلوا الأمم ما بجوز إذن المسلم المسلم في كل عصر بيشوف إيش الشي الأنسب للشعوب لاحظوا الأنسب للشعوب أنت بتقول رحمة بالشعوب طب شو الأنسب لها اليوم أيها الإسلام من أول يوم كانوا المسلمين يرعوا هذا الكلام إيش الأنسب للشعوب نسخط الطاغية ولا كيف ولا ما فيه